حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن جبير بن سمورة عن نفعي بن عطبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله وتقاتلون فارس فيفتحهم الله وتقاتلون الروم فيفتحهم الله وتقاتلون الدجال فيفتحه الله حدثنا معاوية بن عمر نحدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية عن عبد الملك بن عمير عن جبير بن سمورة عن نفعي بن عطبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم ثياب صوف فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعد فأتيته فقمت بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال نافع يا جابر ألا ترى أن الدجال لا يخرج حتى تفتح الروم